أهلا بك خرطفان لو تضعنا في صورة ما حدث اليوم في مستشفى الثورة مرحبا بك أخ سامي ما حدث اليوم في مستشفى الثورة أنها كامت إدارة الهيئة بمنع الزميل كيس الفائك من الدخول إلى حرم الهيئة مما جعل جميع الزملاء والموظفين اليوم كاموا بإدخال عبر أحد البوابات وحصلت بعد المهاترات مع أفراد الحراسة وحاول أفراد الشرطة وبمن فيهم أنصار الله أخذه من داخل الاعتصام أمام الإدارة إلا أن الموظفين تجمعوا ورفضوا ذلك وحصلت بعض المهاترات والمشادات معهم وكما شاهدتم في المقطع الذي عرضتنا قبل كليل محاولة الأخ تلفون أحد الزميلات وتجمع الجميع ورفض هذا كل هذا بسبب تعنت الإدارة وعدم استجابتها لمطالب المحتجين منذ 8 فبراير طيب التهم الموجهة لكم أنت الآن أحد المحالين أيضا للنيابة العامة وأيضا الأخ قيس ما هي التهم الموجهة لكم وأنتم في وقفات احتجاجية تعبرون عن حقكم ومطالبتكم بمرتباتكم المتوقفة منذ أشهر أسوة ببقية موظف جهاز الدولة في الشقة المقدمة للنيابة العامة تم توجيه بعض التهم مثل إغلاق الطوارئ العامة ومحاولة إغلاق قسم العمليات وهذا لم يحصل لأننا في الإضراب ملتزمون بالقانون وهو معالجة الحالات الطارئة الإضراب فقط للحالات الباردة وكما يعلم الجميع أننا منذ 8 فبراير ونحن معتصمون ومضربون للمطالبة بحقوقنا لا شأن لنا بأي مهاترات سياسية هذه مركباتنا ونسبنا وبدأ الاستلامات بدأ الموظف كل الحقوق لم نستلمها منذ أكثر من 6 أشهر ونحن لدينا أسر وأطفال ونرجو من كل وسائل الإعلام تسليط الضوء على ما يهدف في مستشفى الثورة هذا بالتأكد هو هدف وسائل الإعلام وبالتالي اليوم أنتم معنا في بلقيس لتسليط الضوء على ذلك لكن ألا يوجد أي تأثير لهذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية التي تقومون بها على الخدمة المبترضة أن يقدمها المستشفى للمواطنين بالتأكد هناك تأثير لكن الحالة الطارئة تلك حقها من العناية والعلاج فأكسام العناية المركزة والطوارئة العامة لا زالت تقدم الخدمات باستمرار لكل الجرحة وكل الحالات الطارئة التي تصل إليها هذا يشمل الحالات الباردة طيب مقطع الفيديو يظهر جزء من أسلوب التعامل معكم في هذه الوقفات هل متوقع أن تستمر في هذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أم ربما يتم مراجعة الموقف في ظل حالة القمع الموجودة والتي شهدت من خلال مقطع الفيديو الذي تداول كثيرا اليوم الزملاء لن يتراجعوا لأنهم يبحثون عن لكمة العيش هذا حقنا وحق أطفالنا ولن نستطيع التخلي عنه بالتأكيد سنستمر وقد تعرضنا لكامع أسد من هذا في الأسابيع الأولى